مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستارد وإياكم لحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع خلال أيام هذا الأسبوع يستمر تأثير الموجة الحارة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك وكل عام والجميع بألف خير مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ باستعراض الأحوال الجوية يوم الأحد يوم الأحد صحيح يطرع انخفاض قليل درجة إلى درجتين لكن ضمن الموجة الحارة ضمن استمرار الموجة الحارة ضمن استمرار الأجواء الحارة وضمن أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 21 المرتفعات الوسطى العظمى ما بين 35 إلى 37 والصغرى ما بين 23 إلى 25 المرتفعات الجنوبية ما بين 32 العظمى إلى 34 والصغرى ما بين 22 إلى 24 والأغوار والبحر الميت بحدود 47 العظمى والصغرى بحدود 30 درجة مئوية والعقبة أجواء مغبرة والعظمى بحدود 46 والصغرى 28 طبعا مغبرة يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح والمنطقة الجنوبية الشرقية ممكن تصير فترة طبعا أجواء حارة مغبرة فترة ما بعد الظهر والعصر والمساء ممكن تصبح غائمة جزئيا المنطقة البادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية قد احتمال ضعيف أن تسقط بعض الأمطار المتفرقة لفترة بسيطة ومحدودة والعظمى المتوقعة 36 وصغرى 23 والمنطقة الشرقية 42 إلى 23 درجة مئوية يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة وإلى شديدة الحرارة المناطق الشمالية 37 و22 المرتفعات الوسطى ما بين 35 إلى 37 والصغرى 24 إلى 25 المرتفعات الجنوبية ما بين 31 إلى 34 العظمى والصغرى ما بين 22 إلى 24 والأغوار والبحر الميت ما بين 45 إلى 46 العظمى والصغرى بحدود 29 و30 درجة مئوية والعقبة أجواء مغضرة والعظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية كذلك المنطقة البادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية أجواء مغضرة بعد الظهر تصبح غائمة جزئيا أحيانا احتمال ضعيف لبعض الأمطار المتفرقة لفترة محدودة في مناطق البادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية بالقرب من الحدود العراقية أما يوم الثلاثاء فتستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة المناطق الشمالية 36 و37 العظمى والصغرى 22 المرتفعات الوسطى العظمى ما بين 35 إلى 37 والصغرى 24 و25 المناطق الجنوبية العظمى ما بين 32 إلى 34 والصغرى ما بين 22 إلى 24 والأغوار البحر الميت 44 إلى 45 العظمى والصغرى بحدود 29 درجة مئوية والعقبة أجواء مغبرة العظمى 42 والصغرى 27 والبادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية أجواء حارة مغبرة بعد الظهر والعصر والمساء احتمالية ضعيفة ولفترة محدودة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة ويوم الأربعة أيضا الأحوال الجوية أجواء حارة جعفة مغبرة درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناطق الشمالية 37 العظمى والصغرى 23 المرتفعات الوسطى ما بين 35 إلى 37 العظمى والصغرى ما بين 22 إلى 24 المرتفعات الجنوبية ما بين 32 إلى 34 العظمى والصغرى ما بين 21 إلى 23 الأغوار والبحر الميت 44 العظمى 45 إلى 45 والصغرى بحدود 29 درجة مئوية وخليج العقبة 42 العظمى والصغرى 26 والمنطقة الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة مدى الرؤية الأفقية العظمى 38 والصغرى 25 كذلك البادية الشرقية أجواء شديدة الحرارة ومغبرة 44 إلى 29 درجة مئوية يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها تبقى الأجواء حارة وتبقى الأجواء ضمن الموج الحارة وضمن تأثير الكتلة الحارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 21 المرتفعات الوسطى ما بين 34 إلى 36 العظمى والصغرى 22 المرتفعات الجنوبية ما بين 31 إلى 33 العظمى والصغرى ما بين 21 إلى 23 الأغوار والبحر الميت أجواء حارة 42 العظمى والصغرى 28 العقبة 40 إلى 27 والبادية الجنوبية الشرقية 38 إلى 25 والبادية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45 إلى 26 درجة مئوية يوم الجمعة بإذن الله ان شاء الله انخفاض على درجات الحرارة ويوم السبتوالي درجات الحرارة بإذن الله انخفاضها وتخف وطئة الحارة وتخف تأثير الموجة الحارة بشكل واضح العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 وصغرى 21 المرتفعات الوسطى 32 و33 العظمى والصغرى 22 المرتفعات الجنوبية بحدود 30 إلى 21 والأغوار البحر الميت 41 إلى 27 وخليج العقبة 40 إلى 26 والبادية الجنوبية الشرقية 37 إلى 24 والبادية الشرقية 42 أجواء حارة و24 درجة مئوية إذن من يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة بنلاحظ بداية لانحصار الموجة الحارة بشكل تدريجي وواضح بإذن الله وبناء عليه وخلال أيام عطلة هذا العيد وهذا الأسبوع نرجو من الجميع شرب كميات كافية من السوائل لباس ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون عدم رمي أعقاب السقاير في المناطق العشبية وعدم إشعال النار في المناطق الحرجية وتوفير وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وشرب كميات كافية من السوائل وخاصة المياه ونرجو للجميع السلامة ونرجو من الجميع عدم ترك الأطفال والمواد القابلة للإشتعال داخل السيارات نرجو للجميع السلامة كل عام والجميع بألف خير وإلى اللقاء شكرا